في البداية كده عايزين نعرف السيدات اللي بيسمعونا ازاي تعرف ان ابنها بيحب كرة السلة او عايز يلعب اللعبة دي او اللعبة دي اصلا مناسبة لي ولا لا والله هي الموضوع بيبتدي الاول بحب اللعبة يعني ولد ممكن وهو معدي في النادي يلاقي واحد بيعمل دريبلينج ولا حاجة هو بيبقى حابب انه هو يخش يلعب بالكرة اي ولد صغير في البيت لو هو عنده كرة هتلاقيه بينطة الكرة مسكها بيحدفها دي بتبين اللعيب او الطفل من هو صغير هو حابب يعمل ايه لازم اكون حابب الحاجة اللي انا هلعبها طيب على النقيد اللي يبين انه هو مش بيحبها نفس الكلام انه هو انا مش حابب ادي له الكرة مسلا يحدفها انا مش عايز العب بيها مسك قلم مسلا عمال يرسم هو موهبته في حاجة مختلفة عن الكرة بس مفيش سن معين طول معين شروط معينة لا طبعا فيه شروط هو انت اول ما بيجي اللعيب او الطفل الصغير انت بتعمله تيست بتبص على قوام مامته وبابا لازم يكون طويل اطرافه طويلة طيب ما دي شروط دي شروط مهمة جد شروط معينة لا احنا في الاول بنعمل تيست للعيب بنشوف طوله قد ايه اطرافه بابا ومامته ما عندهوش تشوهات تعوق ان هو يلعب اللعبة رجليت كن مصبوطة يعني القصيرين مالهمش نصيب او لا طبعا ما فيش حاجة اسمها قصيرين مالهمش نصيب بس الافضل ان هو يكون طويل زي الفرق يعني المختلف دلوقتي في فرق برا مثلا نقول جنوب السودان اللي هي متأهلة الكاس العالم اول ديت هم طويل قام كلهم ففرقين عن الفرق التانية المتميزين تقصد تقول في اللعبة دي بيكونوا طويل طويل قام